السلام عليكم يا أصدقائي. اليوم لدينا عدد الكيلومتراج. يعني تاهو انسترومنت كليستر. نريد أن نقرأ المعلومات التي فيها. نسحبهم ونخزنهم. وتابع وتسجل الاشتراك لكي نرى الفيديو الذي بعده. ماذا سنفعل بالمعلومات التي نسحبها من هذا التابلو ولماذا سحبناهم. لدينا اليوم اوتيل. خد لك غرفة. اي ام خمسمية وثمانية. هو نفسه بيصير اي ام ستنية وثمانية اذا كان عندك اكس بروغ اربعمية المبرمجة. طبعا موصلين مع بعض. الكليبس. الخط الاحمر دائما على الرجل رقم واحد. الرجل رقم واحد في عليها علامة اما بنقطة او بتكون الاي سي اللي شطفة بالميل. معي لهيك. وهي بتكون رجل رقم واحد دائما على اليسار. لنسحب المعلومات نروح على. نقل له. طبعا انا بعمل خطوة بخطوة مشان تعرف كيف. تسحب المعلومات. نوع الاي سي. مكتوب على الاي سي بيكون الرمز. انا شفته مكتوب ام. مايكروشوب. مايكروشيب. اه رقم الاي سي. اربعة وعشرين. ستين اربعة وستين. اي بروم. هلا منقل له ريد. طبعا اراها اول مرة. عبي اراها التاني مرة مشاني اكد ان الاراها هي صحيحة 100%. هاي المعلومات. منقل له سيف. انا قرأتها. عملت فولدر. وصيفت. اورجينال. ورقمر الاي بروم موجود. وبس. اوكي. نقل. وهيك بنقرأ ال اي سي او الاي بروم. اوكي. في عندك طبعا. هون مخطط. او شرح. للاي سي. او في انواع طبعا. في منها. في منها تي سوب. الصغار وفي كبيرة. وفي عدة اشكال. وهي اعيل لك. انه وين. الرجل رقم واحد. على سبيل المثال. وهي. في حال ما نقرت معك من على البورد. بدك تفكها. وفي قاعدة اللي هي هي. بتركب عليها. وبتركب هون على الجهاز. وبتنقرأ. وبترجع بتلحمها. لا تنسونا من الاشتراك الشير. السلحفانات. الدعاء. الى اللقاء. شوف الفيديو التاني شو بدنا نعمل بالمعلومات ساحبناها. اذا عندك فضول يعني. تعرف ليش نحن ساحبنا المعلومات. السلام عليكم.